في دليل جديد على قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي ثبتت وكالة ستاندرد أند بورزا التصنيف الاعتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة وفي تقرير لها أكدت الوكالة أن صافي أوضاع الأصول الحكومية والخارجية لدولة الكويت يستمر في توفير مساحة للحكومة لضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا مبينة أن نظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس التوقعات باستمرار قوة الأوضاع المالية في البلاد متوقعة أن تكفي هذه القوة لمقابلة المخاطر المتعلقة بانخفاض أسعار النفط وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة ورأت الوكالة أن المرونة الاقتصادية لدولة الكويت سيعززها الإنفاق الاستثماري الحكومي وضبط أوضاع المالية العامة التدريجي مشيرة إلى أن الارتفاع المعتدل في أسعار النفط في العام الحالي وارتفاع الإنتاج من العام المقبل فصاعدا إلى جانب برنامج استثماري حكومي واسع ستدعم زخم النمو الاقتصادي للكويت كما توقعت الوكالة أن يبلغ النمو الاقتصادي للكويت نحو 3% خلال 2019 إلى 2021 مبينة أنه على المدى المتوسط فمن المتوقع يرتفع إنتاج النفط الكويتي إلى أكثر من نحو 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2021 وتوقعت أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم ارتفاع الاستهلاك والاستثمار إذ قد يعود النمو الاقتصادي إلى معدلات تصل إلى نحو 2.5% مع استقرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوما بالإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية وفي تقريرها توقعت الوكالة ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي بحلول عام 2020 مع احتمال تطبيق سقف الإنفاق العام وضريبة القيمة المضافة العام المقبلة وبخصوص صاف الموجودات الأجنبية رأت الوكالة أنه يمثل قوة تصنيف كبيرة للكويت مبينة أن الحكومة تدير من خلال هيئة الاستثمار أصولا ضخمة راكمت على مر السنين وبحسب التقرير فإن الحساب الجاري سوف يحقق فائضا بنحو 2% متوقعة أن يتجاوز صاف وضع الأصول الخارجية 6 أضعاف المتحصلات من الحساب الجاري العام الماضي وقدرت الوكالة أن تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي لافتة إلى اعتزام الكويت تركيز جهودها على تحسين تحصيل الإرادات العامة وتصفية الأصول غير المستغلة وتنفيذ برنامج التخصيص على مدى السنوات الخمس المقبلة ترجمة نانسي قنقر